الاكثار بالبذور فور مغادرة البذور النبتة الأم وحفظها في مكان جاف معتم ستكون ساكنة أو في مرحلة سكون بعض البذور تبقى صالحة لتاريخ معين وبعضها الآخر يصمد لسنوات طويلة إذا تم تخزينه بشكل صحيح كي ينجح إنبات البذرة تحتاج إلى ثلاثة عناصر رئيسية وهي الماء والأكسجين والدفء لكن درجات الحرارة قد تختلف من بذرة إلى أخرى بحسب نوعها بعض البذور تحتاج إلى الضوء كي تنبت وبعضها الآخر يحتاج إلى ظروف معتمالي ينبت كيف نزرع البذور؟ جهز الأصص أو الأوان التي ستزرع بها البذور يمكن استخدام صوان البذور ويمكن استخدام أي تآنية موجودة لكن يجب تثقي بها حتى لا يترسب الماء فيها فيفسد البذور املأ أصص البذور بالتربة يمكن أن تشتري تربة جاهزة مخصصة لزراعة البذور أو يمكن استخدام التربة المتوفرة لديك لكن يفضل أن تكون تربة خفيفة وجيدة التصريف يمكن خلط تربة الحديقة بالرمل لتحسين مساميتها وتصريفها نسبة نجاح البذور في التربة الجاهزة أعلى فهي تربة معقمة وجيدة التصريف وخفيفة اسق التربة بالماء وترك الماء الزائد ينساب من الثقوب لتبقى التربة رطبة فقط لكن غير مشبعة بالماء قم برش البذور على سطح التربة لا تغطي البذور الصغيرة البذور متوسطة الحجم يمكن وضعها واحدة واحدة على سطح التربة ثم تغطيتها بطبق خفيفة من التربة مثل بذور الزينية البذور الأكبر مثل بذور الزرة ودوار الشمس والمكسرات مثل اللوز يمكن زراعتها في التربة تحت السطح وذلك حتى نغطي البذرة تماما هذا الكلام ينطبق على بذور الفاصولية لأنها تعتبر من البذور الكبيرة نقوم بزراعتها في التربة تحت السطح حتى تتغطى كل البذرة بالتربة بعد زراعة البذور نقوم بتغطية صينية البذور أو الأصيص لمنع التربة من الجفاف يمكن استخدام غطاء بلاستيكي معتم للبذور التي تحتاج للعتمة لتنبت وغطاء شفاف للبذور التي تحتاج الضوء لتنبت يمكن استخدام أي غطاء مثل كيس بلاستيكي أو الأغضية البلاستيكية التي تستخدم لحفظ الطعام احفظ صواني البذور في مكان دافئ في الأماكن الباردة مثل بعض مناطق أوروبا وأمريكا يمكن الاحتفاظ بصواني البذور في الداخل في غرفة دافئة بها إضاءة جيدة مثلا بالقرب من بويلر التدفئة أو حتى فوق الثلاجة في المطبخ في الأماكن ذات الشتاءات الدافئة مثل معظم مناطق الشرق الأوسط يفضل زراعة البذور في بداية فصل الربيع في آخر شهر فبراير وفي شهر مارس أزل غطاء أصص البذور أو صواني البذور فور نباتها وعرضها للضوء يمكن وضعها بالقرب من نافذة لتحصل على الإضاءة اللازمة إذا زرعت البذور في الداخل أما إذا كنت في منطقة دافئة وزرعتها في الخارج فقط أزل الغطاء لكن يجب إبعادها عن الشمس المباشرة ابقي تربة النبتات الصغيرة رطبة باستخدام رشاش الماء قم بتفريد البذور النامية أو الشتلات النامية فور نمو عدة أزواج من الأوراق الحقيقية للنبتات الصغيرة يمكنك نقلها إلى أصص منفردة قم بري التربة قبل نقل النبتات وبلطف أزل النبتة من التربة بمساعدة ملعقة صغيرة أو أي تأداء لتسهل العملية مع الانتباه والحذر حتى لا تؤذي الجذور قبل نقل البذور النابتة جهز الأصص أو الأواني التي ستنقلها إليها بملئها بالتربة وريها أزل البذور النابتة أو الأشتال بلطف تاركاً أكبر قدر من التربة الملتسقة بالجذور لدي هنا نبتة الكوزموس بعد أن ظهر لها عدة أزواج من الأوراق الحقيقية أفسح مجالاً للنبتة الصغيرة وزرعها في مكانها وثبتها واروي الأصيص من جهة الطرف من جهة الطرف الأصيص وليس من فوق النبتة أترك النبتة تفضل هذه خطوة مهمة لأن الشمس القوية ستؤذي النبتة وستؤدي إلى جفاف التربة بسرعة نقوم بسقي الشتلة من جهة الطرف الأصيص وليس من فوق الأوراق في هذه المرحلة يجب إبقاء النبتات في الظل لأنها تكون حساسة بسبب صغر حجمها لذلك على الأقل تترك لمدة أسبوع في مكان ضليل فور وصول النبتات لمرحلة خروج الجذور من ثقوب الأصيص ستكون جاهزة لنقلها إلى أصيص أكبر لزراعتها في مكانها الدائم أو في الأرض في الأماكن الباردة إذا كنت زرعت نبتات قليلة التحمل مثل الميري جولد والبيتونيا والأستر انتظر حتى يزول خطر السقيع تماما قبل نقلها إلى الخارج من أسهل الدباتات التي تزرع من البذور أزهر دوار الشمس البيتونيا الميري جولد الأذريون الأستر الدلفينيوم دوار الشمس 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 الدل الشمس اشتركوا في القناة